اشتركوا في القناة منوها بأهميتها على صعيد دعم التعاون الثنائي والتنسيق بين البلدين حيال مختلف التطورات والمستجدات على الساحتين الأقليمية والدولية بعدها أشهد المجلس بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وحضور سموه احتفال اليوم الوطني بجناح مملكة البحرين بإكسبو 2020 دبي فيما أشهد بنجاح دولة الإمارات الشقيقة في تنظيم هذا التجمع العالمي الهام فقد وجه المجلس الشكر والتقدير للجهة الوطنية المشاركة على جهودها الطيبة مؤكدا على أنها تعكس رسالة مملكة البحرين الحضارية وتقدمها التنموي إلى ذلك هنأ مجلس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني الخمسين متبنيا لها مزيدا من النماء والإزدهار وبمناسبة يوم المرأة البحرينية فقد أعرب المجلس عن أصدق التهاني للمرأة البحرينية ومشيدا في هذا الصدد بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدر رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله والتي أسهمت في تعزيز تقدم المرأة البحرينية وفي ضوء اكتشاف المتحور الحالي في عدد من دول العالم أكد المجلس الحرص على المتابعة المستمرة للتطورات العالمية بشأن فيروس كورونا وتحوراته والتي أظهرت خلو مملكة البحرين من المتحور الحالي للفيروس وأنه سيتم دائما اتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد المحلي لحماية أبناء الوطن والمقيمين بحسب مغتضيات المرحلة موجها الجهات المعنية إلى مواصلة إجراءاتها في الرصد والمراقبة أثنى المجلس على الالتزام المجتمعي بالإجراءات الاحترازية ومؤكدا على أهمية الاستمرار باتباعها ومشيرا إلى أهمية الإقبال على التطعيم والجرعة المنشطة منه لضمان صحة وسلامة الجميع ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يالي أولا الموافقة على المذكرات التالية استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 والتي تندرج في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتي جاءت وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله رعاه وأعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ويستند تطوير قطاع الخدمات المالية إلى خمسة أولويات تتعلق بخلق فرص العمل وتطوير التشريعات والسياسات وقطاع الأسواق المالية والخدمات والتكنولوجيا المالية وقطاع التأمين عبر تنفيذ 47 برنامجاً كما تستهدف ثمانية مؤشرات منها زيادة مساهمة القطاع المالي وقطاع التأمين في الناتج المحلي حيث جاء ذلك في ضوء الاطلاع على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشان مشروع قرار بتعديل قائمة المهن الطبية المعاونة الصادرة بالقرار رقم 24 للسنة 2016 مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشان مشروع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية للتعاون في مجال الخدمة المدنية بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات السياسات والابتكار في إدارة الموارد البشرية مذكرة معالي وزيرة الداخلية المتعلقة بالتحول الإلكتروني في بعض الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية من خلال تقديمها عبر بوابة الحكومة الإلكترونية ومنها الخدمات المتعلقة بشهادة استيفاء الشروط واحتياجات الحماية والوقاية من الحريق للمباني القائمة والخدمات المتعلقة بمعدات الأمن والسلامة وإصدار وتجديد الرخص مذكرة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن استحداث خدمة تجديد رخص البناء لمدة عام إضافي لتصبح إجمالي مدة الترخيص عامين بعد قبول التجديد بشرط تقديم طلب التجديد قبل انقضاء مدة سريان الترخيص بما يلبي متطلبات المستثمرين والمطورين والمواطنين مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح برغبة مرفوع من مجلس النواب ثم استعرض المجلس الموضوعين التاليين مذكرة مشتركة من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن تعزيز اشتراطات السلامة في مواقع العمل للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحديد المسئوليات القانونية للجهات ذات العلاقة مذكرة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن سير العمل في تنفيذ الأولويات والخطط والبرامج وفقا لبرنامج الحكومة 2019-2022 بعد ذلك أخذ المجلس علما بالتقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لوزراء التربية والتعليم العرب والنسخة السابعة عشر لمنتدى الأمن الإقليمي حوار المنامة والمشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات الوزراء وكبار المسؤولين بالدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين لشهر ديسمبر 2021 وتقويم الفعاليات للفترة من نوفمبر 2021 ولغاية مارس 2022 اشتركوا في القناة